اهلا بكم في لحظة قرار ضيفنا توقف يوما بعد سنوات من السير في نفس الطريق وقال علي أن أكون قناعاتي بنفسي وعندما تتخذ قرارا كهذا عليك أن تكون مستعدا لمواجهة نفسك أولا لتدبير تناقضاتك الداخلية ثم لتعريف الآخر بما قررت وتلك مواجهة أخرى اليوم نستضيف الدكتور محمد عبدالوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص أهلا وسهلا بكم دكتور أنا سعيدة جدا بلقائك أهلا وسهلا أستاذة جوهراء أنا أيضا سعيدة جدا بهذا اللقاء طيب دكتور لنعود إلى اللحظة التي اتخذت فيها قرارا صعبا جدا قرار أن تكون قناعاتك بنفسك أين كنت بالضبط ولماذا اتخذت في هذا الوقت بالذات هذا القرار هذا القرار قد لا أحسن بالضبط اللحظة التي اتخذت فيها ولكن بالتقريب هي في فترة زمنية معينة السبب الرئيسي والأساسي والذي أذكره دائما في سبب اتخاذ هذا القرار بكل موضوعي هو سبب معرفي معرفي بالدرجة الأولى أنا نشأت في بيئة متدينا نشأت في بيئة تدخلك في قالب معين تحشرك في قالب معين تعطيك عدد من الأفكار الجاهزة التي لا بد أن تتشبت بها بل لا بد أن تدافع عنها بل لا بد أن تبني مشروعك حولها لهذا كما قلت في المقدمة الأمر لا يكون سهلا لأنك أنت تربيت ونشأت على أفكار معينة ونشأت على أن مهمتك في هذه الحياة هي الدفاع عن هذه الأفكار ليس من السهل في لحظة معينة في وقت معين أن تقرر أن تغير هذه الأفكار أو على الأقل أن تبدأ نقاش هذه الأفكار أن تبدأ عملية النقد لهذه الأفكار ومعرفة إن كان فعلا هي أفكار صالحة أم أفكار ليست صالحة بالنسبة لي شخصيا أنا كنت في هذه المرحلة بعد كل المراحل التي قطعتها في حياتي وجدت نفسي في زنزانة وجدت نفسي في سجن في معتقل في زنزانة بأمطار معدودة قد تكون ضيقة جدا من حيث المساحة الجغرافية ولكن واسعة من حيث هوامش الحرية التي سمحت لي لإعادة النظر في كل تلك الأفكار التي تلقيتها طيلة المسار السابق وكانت البداية كما قلت كانت البداية بالمعرفة أذكر أنني في هذا الوقت أول كتاب طلبت من العائلة ومن الأسرة أن تمدني به داخل السجن كان هو كتاب في التاريخ والتراجم والسير كتاب سير أعلى من النبلاء للذهبي هذا الكتاب هو كتاب تراتي يحكي ويترجم لكل الأشخاص الذين مروا في حقبة التاريخ الإسلامي منذ بداية الإسلام إلى عهد المؤلف إلى زمن المؤلف وهو يترجم لكل شيء بمعنى أنه يعطيك تصور للمجتمع بشكل عام بسلاطينه، بوزرائه، بأطبائه، بحكواتياته حتى أي شخص معروف فهو يترجم له ويحاول أن يترجم له بموضوعية إذن القراءة غيرت حياتي؟ لا شك، لأنه بعد انتهاء من قراءة هذا الكتاب حقيقة أحسست بكل صدق أني قد تعرت في كل المصاري السابق لنوع من الخدعة ولنوع من التضليل والتاريخ الذي كنت أتصوره والذي بنيت عليه كل المشاريع وكل الأحلام ليس بتلك الصورة المثالية ولا بتلك الطهرانية ولا بتلك الصورة الجميلة الرائعة التي بنيت عليها كل مشاريعي وأمالي وأحلامي هل تشعر أنك ضحية محيطك أنه أنت كنت طفلا تم التغيير بك؟ هو حتى أكون صادق أيضا في هذا الموضوع محيطي الذي هو أسرتي والتي أنا أفتخر بالانتماء إليها هي أيضا وقع عليها هذا الأمر لأننا نحن نتحدث عن صياق أواخر السبعينات وأواخر الثمانينات والتي لمصالح معينة ولقرارات بسبب قرارات سياسية معينة سواء قرارات محلية أو قرارات دولية أريد لذلك الفكر الذي اقتنعت به أسرتي وبالمقابل صرفته إلى أبنائها هذا الفكر أريد له أن ينتشر داخل مجتمعاتنا وأريد لهذه المجتمعات أن تتلقف هذا الفكر وأن تتبنى وبالتالي لا أنا ولا أسرتي ولا جيل آخر من الناس الذين تأثروا بتلك الأفكار في ذلك الوقت بالنسبة لي هم ضحايا لهذه القرارات إذن من سخرية القدر أنك تحررت داخل زنزانة طبعا أنا كما أقول دائما لم أشعر بالحرية ولم أشعر بطعم الحرية الحقيقي مثل ما شعرت به وأنا داخل تلك الزنزانة شعرت فعلا أني حر أني منطلق أني أستطيع أن أفكر كيف أشاء لا تؤثر علي لا أسرى ولا محيط ولا بيئة ولا قرارات سياسية ولا كل هذا الأمر أحسست بأنني للمرة الأولى وللحظة الأولى يمكن أن أؤسس لقناعاتي الخاصة لأفكاري الخاصة دون رقيب دون وازع دون أن يقول لأحد هذا ما يجب أن تؤمن به وهذا ما لا يجب أن تؤمن به وطبعا أستطيع أن أقول هذا الشعور بن أجمل المشاعر التي عشتها في حياتي أفهمك تماما لأنه في الحقيقة نحن نسجن جسدا ولكن لا يمكن أبدا اعتقال روح الروح أنت هو الواحد والأوحد الذي يمكن أن تعتقلها إذا أرتوى بما شئتك نقول دائما أن الأشياء تتغير عندما نغير طريقتنا للنظر فيها ما الذي تغير داخل السجن دكتور؟ طبعا تغير كثير في طريقة تفكيري في طريقة نظرتي للأمور في تصوراتي لكل شيء في تصوري للوجود في تصوري للحياة في تصوري للأفكار في تصوري لكل ما يقع في هذا العالم طبعا هذا التغير والتحول لم يأتي بين عشية وضحاها نحن نتحدث عن فترة زمنية طويلة امتدت لمدة على الأقل داخل السجن لأن طبعا هي مؤثرات كثيرة قد تكون حتى قبل السجن وقد تكون بعده لكن هذه هي الفترة الأساسية التي أثمرت كل هذه التحولات على المستوى النفسي والمعرفي والتصوري هي مدة تسع سنوات سبع سنوات من هذه التسع سنوات قضيتها في زنزانة انفرادية كان يمكن أن تقضي أكثر لو لم يتم العفو عنك طبعا لأنه كنت محكوم بثلاثين سنة سجنا وكان من الممكن أن أعيش على مظلومية هذا الحكم وأن أضل أبكي طبعا أنا كنت أدافع عن ملفي وكنت أدافع عن مظلوميتي ولكن لم أريد أن تضيع كل هذه السنوات فقط في الندب والبكاء فلذلك حاولت استثمارها أقصى ما يمكن لصالح تدريبتي الشخصية طيب دكتور هل تعتقد أنك كنت فعلا مظلوما أم أن الأفكار التي كنت تحملها تشكل فعلا خطرا على المجتمع بكل صدق كيف تنظر إلى هذه النقطة؟ بكل صدق لا أعتقد ذلك يعني لا أعتقد أنها تشكل ذلك الخطر الذي يستحق به شاب لا زال في مقتبل حياته لا زال يريد أن يعيش حياته وأن يبني مستقبله أن ينال من أجله حكم ثلاثين سنة لا شك أن حكم ثلاثين سنة أنت محتاج على الحكم أم على السجن بحد ذاته؟ هل كنت تستحق هذا السجن؟ لا أبدا أنا محتاجة ليس على الحكم وعلى السجن أيضا هل كنت ترويج فعلا للعنف؟ لا أبدا نحن كنا في مصار معين لهو مصار سلفي الاختيار السلفي في الأفكار في التصورات في الحكم على الآخرين في أخذ موقف من الآخرين لا شك أن تربيت في هذه البيئة ونشأت على المشايخ والعلماء الذين يروجون لمثل هذه الأفكار حتى دراسة الجامعية بالمملكة العربية السعودية كانت أيضا في هذا المصار وفي هذا الاتجاه وكنت شابا بكل صدق يعني لدي حماس الشباب انفعال الشباب عاطفة الشباب لا أقدر الأمور على حقيقتها لكن أن يكون الجزاء هذا المصار الذي لم يكن الذي يدلي فيه بكل صدق أنا حين أحكي اليوم قصة أني في سن الخامسة عشر ذهبت من الدار البيضاء إلى بشاور إلى داخل أفغانستان في رحلة قمت بها بمفردي وأنت في سن الخامسة عشر وأمام أنظار العالم وبتأشيرة رسمية وفي المطارات أمام أنظار العالم وعدت بعد نهاية هذه الرحلة التي كانت رحلة فيها كثير من المخاطر ورأيت فيها كثير من المناظر الصادمة وتعرضت فيها للموت أكثر من مرة أعود إلى مقعدي الدراسي أمام أنظار الجميع ليس فقط أن الجميع لم يتدخلوا بل أكثر من ذلك وهو أنني أعامل معاملة البطل أنا حين عدت في الصياق الذي كان الجهاد الأفغاني أباخر الثمانينات وبداية التسعينات العالم كله يروج له ويصور رموزه على أنهم أبطال العالم ومحرري العالم حينما عدت كنت أعامل داخل المدرسة في الأسرة عند الجيران عند الأصدقاء معاملة بطولية هذه الأفكار التي اعتقلت بسببها هل أنا تلقيتها لوحدي واخترتها لوحدي يعني تلقيتها في مغارة تلقيتها في مخابئ سرية كانت تدرس مثل هذه الأفكار لا أبداً في المساجد العامة الرسمية في الكتب التي كانت تباع في المكتبات العامة من طرف كثير من الناس الذين إلى اليوم لهم قد يكون لهم اليوم مناصب داخل الدولة أو يساهمون في تسيير الشأن الديني اليوم بالدولة في ذلك الوقت الجميع كان متأثراً بتلك الموجة وبتلك الأفكار وبالتالي ليس من العدل ولا الإنصاف في شيء أن أعاقب على أفكار تلقيتها في الفضاءات العامة ومن طرف ناس معروفين وفي سياقات معروفة لمجرد أن السياق السياسي قد تغير وقد تبدل وأن ما كان أمس بطولة قد أصبح اليوم يصنف ضمن قائمة الفكر المتطرف ما الخطر يبدأ بفكرة كذلك دكتور رفيق؟ لا شك لا شك هو الأفكار هي تنتج هذا الخطر لكن أنا أعتبر نفسي سواء أنا أو هؤلاء الذين يمكن أن يكون في يوم ما قد تلقوا مني شيئاً من هذه الأفكار بحكم أن المصار الذي كنت فيه هو يقتضي منك هذا الأمر يقتضي منك أن تتكون على هذه الأفكار وأنت تربى لتربي عليها غيرك لأنك لماذا أنت تذهب لحفظ القرآن الكريم وتذهب لأخذ العلوم الدينية والعلوم الشرعية حتى تصبح بدورك شيخاً تعيد إنتاج هذه الأفكار لآخرين وبالتالي لا أنا ولا هؤلاء الذين أخذوا مني هذه الأفكار وربما حتى أدوا نتيجة ذلك وأنا معهم أنا لم أكن بعيداً عنهم حتى أنا أخذ مني ذلك شيئاً من عمري ومن وقتي كل هؤلاء ضحايا لهذه السياسات والقرارات التي اتخذت بعيداً عننا هل تعتقد أنك غررت بآخرين كذلك وإن كان الأمر كذلك ماذا تقول لهم اليوم؟ أنا لا أستطيع أن أقول أنني غررت حتى عن نفسي أنا أيضاً لا أستطيع أن أقول أنني مغرر بي نعم أفتح قوس هنا وأقول أنك وقفت يوماً ما قلت سأراجع نفسي أتخذ قرار أن أكون قناعاتي بنفسي تعرف أن هذا القرار صعب جداً ولا يمكن للجميع أن يتخذه فربما تشبع آخر بهذه الأفكار ولم ربما تسمح لها الفرصة كذلك ليغير مساره لذلك قلت لك ماذا يمكن أن تقول أنا فعلاً نعم فعلاً ماذا يمكن أن أقول وإن قد قلت قد قلت أيضاً لأنني أنا حين أقدمت على هذه الخطوة كما أنني سابقاً كنت الأفكار التي كنت أؤمن بها بصدق كنت أنشرها عند غيري كذلك مع هذه التحولات مع أن هذا القرار ليس بالسهل يعني ممكن في الأول سهل أنك تؤمن بأفكار فيها حماس فيها عاطف الناس سيتعاطفون والدروس التي كنت أحياناً كان يحضرها الآلاف من الناس لكن من الصعب جداً جداً أن تأتي إلى هؤلاء الناس أنفسهم لتقول لهم هذه مسارات خاطئة وهذه مسارات ينبغي تغييرها ويجب أن تكون لدينا الشجاعة في نقد هذه الأفكار ليس من السهل حتى مع محيطك الخاص ولهذا أنا أصعب شيء واجهته في هذا التحول وفي هذا التغير كيف سأعلن ذلك للآخرين؟ كيف سأشرح ذلك للآخرين؟ لأن للبيئة التي نشأت فيها ولا المحيط ولا الأصدقاء ولا المحبين ولا المعجبين كلهم سيتعرضون للصدمة وستكون مواقف سلبية وهذا ما حصل بالفعل ستتعرض لهجوم ستتعرض لحرب لن يقبل الناس هذا التحول الناس أصلاً من طبيعتها لا تقبل التغير في أسرتك من الذي تأثر كذلك بهذه الملاجعة؟ وربما عاب عليك كذلك لا أنا بكل صدق الذي كان يمكن أن يكون بيني وبينه إشكال في هذا الموضوع هو والدي بحكم أنه هو الذي رباني هذه التربية وهو الذي حرص على أن أكون في مصار معين على أن أكون بصفة معينة على أن أكون بصورة معينة لكن من حسن حظي أن والدي وهو الأمر الذي لم أتوقعه تفهم هذا الأمر ربما راجع نفسه وكذلك؟ ممكن لا تقول لي ممكن هل راجع نفسه أم لا؟ لا لأنه ليست يعني لأن هذا الوقت الذي نتحدث عنه كان في آخر حياتي وبالتالي آخر الحياة لا تساعد على معرفة مواقف الإنسان الحقيقية ولكن ربما تألم كثيراً كذلك لا أكيد هو لا شك أنه تألم كثيراً ولعل هذا من الأسباب هل ألم؟ لعله من الأسباب التي جعلته أكثر تفهماً لهذه التغيرات رغم أنني كنت أتوقع العكس لكن طبعاً الأمر حتاج إلى جهد فكري أنا إلى جهد فكري ومعرفي أنا كتبت للوالدي رسالة في أكثر من خمسين صفحة أشرح له هذه التغيرات وأسبابها وما خلفها ولماذا غيرت هذه الفكرة من هذه الفكرة إلى هذه الفكرة والحمد لله أن تقبله كان إيجابياً رد على هذه الرسالة؟ رد عليها عملياً يعني كيف؟ أصلاً والدي كان صارماً وكان شديداً يعني في حالة أخرى لو ربما في وقت آخر كان سيرد عليها بقوة لكن سكوته عن الأمر واستمرار العلاقة الطيبة والجميلة التي بيني وبينه دون أن تحدث تلك الرسالة أي شرخ في هذه العلاقة هذا دليل على التقبل طيب يقولون إنك متقلب كثيراً وأن أسألك هنا عندما قرأت للمتطرفين كنت متطرفاً وعندما قرأت للوسطيين والمعتدلين أصبحت منهم أين أنت من الاثنين على أي مسافة تقف بين الاثنين؟ ده أحب صراحة أن أكون في مسافة مع أي طرف وهذا إن كان من قرار اتخذته في حياتي يعني ما دمنا نتحدث عن القرارات أنا اتخذت قرارين أعتبرهما أهم القرارات التي اتخذتها في حياتي حتى الآن ما زلت شب إلى الآن القرار الأول هو قرار التحرر وعدم التموقع في أي طرف معين في أي استقطاب معين أن أكون حراً بأفكاري حراً بقناعاتي قد أوافق في هذه الفكرة هذا الطرف وقد أوافق ذلك الطرف وقد أتفق مع هذا وقد أختلف مع الآخر بكل حرية ولا أقبل حتى الأمر يؤذيني نفسياً لا أقبل لأحد أن يحشرني في زاوية معينة أو يقول أنت مع الجهة الفلانية مع اليمين أو مع اليسار أو أي جهة من هذه الجهات وهو ما أستمر عليه إلى الآن القرار الثاني وهو أيضاً قرار مهم جداً في حياتي التصالح مع الذات المصالح مع الذات أهم شيء أستطيع أن أقول أني استطعت أن أكتسبه من خلال هذه التجربة أو يمكن أن أقول أعظم إنجاز حققته في حياتي هو المصالح مع الذات لأنني بكل صدق أنا كنت أعيش نوع من الإزدواجية بسبب المسار الذي حشرت فيه إنسان بعض التفاصيل الصغيرة قد تبدو له سهلة لكن بالنسبة لي أنا كانت كبيرة جداً أعطيك مثال على سبيل المثال أنا تربيت في هذه البيئة الدينية التي فيها كثير من المحضورات فيها كثير من المحرمات هذا حرام هذا حرام ويجب علي رغم عني أن ألتزم بهذه القائمة من المحرمات لكن أنا منذ طفولتي مثلاً وأنا عاشق للسينما وعاشق للأفلام وكان هذا العشق بشكل طبيعي ينتابني كنت أحب أن أتفرج على هذه الأفلام أحب أن أتابع آخر ما جادت به السينما سواء المحلية أو العربية أو العالمية كيف سأفعل ذلك وأنا في هذه البيئة؟ حاربت من أجل هذا الأمر تنكرت في لباسي حتى أدخل قاعد سينما دون أن يراني أحد فيبلغ بي إلى والدي وحتى حينما أصفحت شاباً ولدي بعض القرارات الشخصية المصار الذي حشرت فيه الذي هو مصار داعية أو مصار شيخ يمنعني من ذلك مع أن هذا العشق ينتابني فلذلك كنت أضطر لأن أفعل الأمر خفية والآن تذهب إلى صلاة السينما؟ البعض يعيب عني اليوم كيف تشير ذلك كيف تعلن ذلك أقول لو لم تجرب المصار على معدات لا تستطيع ذلك أحياناً حين كنت أعطيك مثال آخر حين كنت شيخاً قد أتفرج على مبارسة كرة قدم لكن أفعل ذلك خفية قالوا لأن الشيوخ والمتقفين ولا أدريهم وما أدري لا يليق بهم تخشى على أتباعك نعم أن يظهروا أمام الناس أنهم يتابعون كرة القدم اليوم أذهب إلى قاعة السينما وأنشر ذلك وأتعمد أن أنشر ذلك لأحقق هذه المصالحة يعني أن سري اليوم وعلانيتي سواء ليس لدي شيء أخاف منه ما أؤمن به أطرحه أمام الناس ولا أخاف طيب اسمك محمد عبد الوهاب وعندما تكون حاملة لهذا الاسم ينتبوني سؤال لمن تستمع؟ من يضربك مثلا؟ أم لا تستمع؟ محمد عبد الوهاب هذا لأنه أصلاً رغم كل هذه البيئة التي تحدثنا عنها والمحيط الذي نشأت فيه إلا أن تسميتي كانت فعلاً على الموسيقار محمد عبد الوهاب ولذلك طبعاً يروقني محمد عبد الوهاب يروقني أسماء كثيرة كاظم الصاهر مجد الرومي الأسماء الكبيرة جداً في العالم العربي طيب قلت يوماً أن المشيخة مربحة كذلك يربحون من المشيخة التراجع عن المشيخة مربح كذلك؟ بالعكس بكل صدق تخسر في ذلك الكثير ماذا خسرت أنت مثلا؟ طبعاً وإن كنت لا أعد ذلك خسارة لكن بالميزان المادي قد يكون ذلك خسارة خسارة خسرت كثيراً من المحبين أو بين قوسين الأتباع أو بين كثير من الذين كانوا بسبب مصارك المعين بسبب أفكارك في ذلك الوقت كانوا يعدونك شيخاً كانوا يعدونك قدوةً ممكن حتى على المستوى المادي كان يمكن أن أذهب في مصارات أبعد وأن أكون ثروات كما فعل الكثير بسبب أنهم كانوا شيوخ أو كانوا يصرفون مثل هذه الأفكار لكن أنا في الوقت الذي اتخذت فيه القرار الذي أتصالح فيه مع ذاتي لم أفكر في هذا الأمر إطلاقاً ولم أعتني به إطلاقاً اليوم كثير من الناس ألتقيهم أحياناً يسألوني سؤال يقول هل لا تقلقك ولا تزعجك لانتقادات التي قد تجدها على وسائل التواصل الاجتماعي ناس ينتقدون أسماء معروفة أحياناً قد تتوجه لك بالانتقاد أقول لا أبداً أبداً مرتاح غاية الارتياح اليوم هذاك عيشان يوم مورد رزقك معه أعمال خاصة كتابات دراسات أبحاث مشاركات في برامج تلفزية يعني كل ما له علاقة بالفكر والبحث والدراسة طيب أخذت تجربة الانتخابات هل لك طموحات سياسية؟ هو تجربة طمعاً لطموح سياسي كيف هذا طموح؟ أي شيء يمكن أن يصله الإنسان في الطموح السياسي أن يكون نائماً برلمانياً أن يكون وزيراً مشاركاً في التدبير يعني أنا بعد ما خرجت من السجن كان لي هدف معين وهو خوض كل ما يمكن أن يكون قد حرم منه الإنسان في فترة من حياته أنت تعرفين أنه حين تنشأ مثل هذه النشأ يكون عندك دخول المجالات السياسية دخول المجالات الفنية دخول عدد من المجالات الاجتماعية محرماً ومحظوراً ولذلك اليوم أنا أريد أن أعيش كل هذا الذي حرمت منه في فترة معينة في كل المجالات وأريد أيضاً كمواطن أعتبر نفسي كمواطن ليس بإسم معين كمواطن أريد أن أخذ تجربة الإصلاح وأن أساهم ولو بأي جزء وبأي جهد يمكن أن أبدله من أجل المسيرة الإصلاح التي نرومها جميعاً طيب علاقة الدين بالحرية الفردية هذا النقاش كانت لها كمساهمة مؤخراً قرأتها لك أنت مع الحريات الفردية؟ نعم مطلقاً أنا مع الحريات الفردية التي ليس فيها أي إذاء وليس فيها أي إضرار بالآخرين أرى أن العالم اليوم كله بما فيه مجتمعاتنا تتجه نحو الفردانية وبالتالي الإنسان مسؤول عن نفسه ليس من حق الدولة أو المجتمع أو القالون أو السلطة الدينية أو أي سلطة من السلطة أن تتدخل فيه وأرى أن هذا المبدأ أنا معه مطلقاً حتى من الناحية الدينية لأن هذا التصور بنظري هو تصور مغلوط هذا التصور في أن هناك مصادمة بين الدين وبين الحريات الفردية وأن الحريات الفردية لا ينادي بها إلا الذين لهم موقف سلبي من الدين هذا خطأ بالحكس أنا أرى أن الدين الذي يشجع على الحرية في الإيمان والحرية في الاعتقاد لا إكراها في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذا كان أمر الاعتقاد وأمر الدين وقد ترك الله عز وجل للناس الحرية في الاختيار فيه فكيف بما عداه من بعض السلوكيات أو من بعض الاختيارات الدينية المتعلقة باللباس أو المتعلقة بالجسد أو المتعلقة بالشعائر كيف نحرر الدين من هذا الاحتكار؟ طبعا هذا هو الرهان الذي يجب أن يشتغل عليه الكثير للأسف الشديد أن الدين احتكر من طرف طوائف معينة وهذه من الإشكالات الكبرى التي واجهتها في تجربتي الشخصية كيف أتحرر من هذه القوالب؟ لأنك حين تكون في مثل تلك البيئة ترى أنك الوحيد على الحق وأن الناس كلهم على ضلال وكلهم على باطل ترى أنك وحدك تحتكر الحقيقة وأنه لا أحد يعرف الحقيقة مثل ما تعرفها أنت لذلك لا بد من تكسير هذه القوالب التي يريد البعض أن يحشرنا فيها ولا بد أن نبين للناس أن الفهم الديني والتأويل الديني والتصور الديني للمشكلات الواقع ولمشكلات الحياة لا يمكن أن تتفرد بها في أمعينة لا يمكن أن تقول في أمعينة نحن فقط الذين لدينا الحق في أن نقول ما يجوز وما لا يجوز وما هو حلال وما هو حرام بحكم أن هذا أمر عام يهم حياته الناس جميعا كيف السبيل إلى ذلك؟ طبعا نحن نحتاج إلى استراتيجيات متعلقة بالتعليم متعلقة بالإعلام متعلقة بالسياسات العامة داخل الدولة التي يمكن أن تتخذ هذا التوجه شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات كنت سعيدة جدا باستضافتك في هذا الموقف للبوح كذلك أنا أيضا شكرا أستاذها جمهراء سعيد جدا بالتواجل في هذه التجربة شكرا جزيلا لك شكرا لكم على تتبع لحظة قرار نلقاكم بخير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة